القرد والنجار بعد ذلك أخذ يصحبني يوميا إلى دكانه فأصبحنا صديقين حميمين علمني أشياء كثيرة فكنت أنظف معه الدكان وأحيي أصدقاءه بحركات تضحكهم وأناوله بعد أدوات النجارة عندما يشير إليها أو يطلبها وكان هو بدوره يداعبني ويقدم لي الفستقاء والموزى واللوزى وما طاب من الفاكهة اللذيذة وعندما كنت أجده متعبا كنت أقوم ببعض الحركات لأسليه أما عندما كان يغدب فكنت ألزم الصمت ولا أقوم بأي حركة من حركات له ذات يوم أخذ صاحبي قطعة من الخشب ونشرها ودعا وتدا في الشق كعادته ثم خرج لمساعدة جاره في بعد أمره فهو خدوم محب لجيرانه تأخر النجار في عودته فقلت في نفسي لماذا لا أساعد صديقي في عمله وأفاجئه بأمر يسره ويرضيه لا سيما وأنني كنت أعتقد أن نشر الخشب عمل سهل وبسيط وقفزت فوق الخشب تدلى ذيلي في الشق من غير أن أنت به وما إن حركت الوتد من مكانه حتى أطبق اللوح الخشبي على ذيلي فشعرت به يكاد ينقطع بدأت أصرخ ظهرت علامات الألم على وجهي فبدأ أحمر اللون يتسبب منه العرق سمع المارة صراخي فتجمعوا أمام باب الدكان وراحوا يضحكون من حركاتي لقد ظنوا أنني كنت ألهو وأمثل ولا سيما أنني معروف بميلي إلى اللعب واللهو بقيت أصرخ متوجعا إلى أن وصل صديق النجار فأنجدني لكنه غضب مني وألقى اللوم علي فيما أصابني لأنه ظن أنني تدخلت في شأن لا يعنيني ولم يدرك حسن نيتي ورغبتي في مساعدته لقد تألمت لعتابه وغضبه مني أكثر مما تألمت من الوجع الذي أصابني ولا سيما أنه منذ تلك الحادثة لم يعد يعاملني بلطف كالسابق لنستمع للحكاية من جديد القرد والنجار عندما اشتراني صاحبي من بائع القرود وأخذني معه إلى البيت كان في غاية الفرح والسعادة بعد ذلك أخذ يصحبني يوميا إلى دكانه فأصبحنا صديقين حميمين علمني أشياء كثيرة فكنت أنظف معه الدكان وأحيي أصدقاءه بحركات تضحكهم وأناوله بعد أدوات النجارة عندما يشير إليها أو يطلبها وكان هو بدوره يداعبني ويقدم لي الفستقاء والموزى واللوزى وما طاب من الفاكهة اللذيذة وعندما كنت أجده متعبا كنت أقوم ببعض الحركات لأسليه أما عندما كان يغدب فكنت ألزم الصمت ولا أقوم بأي حركة من حركات له ذات يوم أخذ صاحبي قطعة من الخشب ونشرها وودع وتدا في الشق كعادته ثم خرج لمساعدة جاره في بعد أمره فهو خدوم محب لجيرانه تأخر النجار في عودته فقلت في نفسي لماذا لا أساعد صديقي في عمله وأفاجئه بأمر يسره ويرضيه لا سيما وأنني كنت أعتقد أن نشر الخشب عمل سهل وبسيط وقفزت فوق الخشبة تدلى ذيلي في الشق من غير أن أنت به وما إن حركت الوتد من مكانه حتى أطبق اللوح الخشبي على ذيلي فشعرت به يكاد ينقطع بدأت أصرخ ظهرت علامات الألم على وجهي فبدأ أحمر اللون يتسبب منه العرق سمع المارة صراخي فتجمعوا أمام باب الدكان وراحوا يضحكون من حركاتي لقد ظنوا أنني كنت أله وأمثل ولا سيما أنني معروف بميلي إلى اللعب واللهو بقيت أصرخ متوجعا إلى أن وصل صديق النجار فأنجدني لكنه غضب مني وألقى اللوم علي فيما أصابني لأنه ظن أنني تدخلت في شأن لا يعنيني ولم يدرك حسن نيتي ورغبتي في مساعدته لقد تألمت لعتابه وغضبه مني أكثر مما تألمت من الوجع الذي أصابني ولا سيما أنه منذ تلك الحادثة لم يعد يعاملني بلطف كالسابق لنستمع للحكاية من جديد القرد والنجار عندما اشتراني صاحبي من بائع القرود وأخذني معه إلى البيت كان في غاية الفرح والسعادة بعد ذلك أخذ يصحبني يوميا إلى دكانه فأصبحنا صديقين حميمين علمني أشياء كثيرة فكنت أنظف معه الدكان وأحيي أصدقاءه بحركات تضحكهم وأناوله بعد أدوات النجارة عندما يشير إليها أو يطلبها وكان هو بدوره يداعبني ويقدم لي الفستقاء والموزى واللوزى وما طاب من الفاكهة اللذيذة وعندما كنت أجده متعبا كنت أقوم ببعض الحركات لأسليه أما عندما كان يغدب فكنت ألزم الصمت ولا أقوم بأي حركة من حركات له ذات يوم أخذ صاحبي قطعة من الخشب ونشرها وودع وتدا في الشق كعادته ثم خرج لمساعدة جاره في بعد أمره فهو خدوم محب لجيرانه تأخر النجار في عودته فقلت في نفسي لماذا لا أساعد صديقي في عمله وأفاجئه بأمر يسره ويرضيه لا سيما وأنني كنت أعتقد أن نشر الخشب عمل سهل وبسيط وقفزت فوق الخشب تدلى ذيلي في الشق من غير أن أنت به وما إن حركت الوتد من مكانه حتى أطبق اللوح الخشبي على ذيلي فشعرت به يكاد ينقطع بدأت أصرخ ظهرت علامات الألم على وجهي فبدأ أحمر اللون يتسبب منه العرق سمع المارة صراخي فتجمعوا أمام باب الدكان وراحوا يضحكون من حركاتي لقد ظنوا أنني كنت ألهو وأمثل ولا سيما أنني معروف بميلي إلى اللعب واللهو بقيت أصرخ متوجعا إلى أن وصل صديق النجار فأنجدني لكنه غضب مني وألقى اللوم علي فيما أصابني لأنه ظن أنني تدخلت في شأن لا يعنيني ولم يدرك حسن نيتي ورغبتي في مساعدته لقد تألمت لعتابه وغضبه مني أكثر مما تألمت من الوجع الذي أصابني ولا سيما أنه منذ تلك الحادثة لم يعد يعاملني بلطف كالسابق ترجمة نانسي قنقر